عودة إلى الخبر الأبرز حيث تم اليوم الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى تحقيق فيها من قبل النيابة استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي اتصالا بذلك أصدرت النيابة العامة بيانا ذكرت فيه أنه في إطار التكلفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيا أمر السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا داري التحقيق فيها من قبل النيابة هذا وقد تعهد أهلية الطلاب وحديث السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متبعتهم والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم ترجمة نانسي قنقر